امسي كيو. اا اولا اول هنكونوا قفين امبارة هنسؤال واحد وعشرين في الفايل بتعلم تحالات السابقة. هنكمل بقى دلوقتي. اا اولا اول سؤال عن الميسيتومة. الميسيتومة انكلودز ايه? عايز الجملة صحيحة على الميسيتومة. اولا يو ميسيتومة كوزد باي فيلامينتوس بكتيريا? لا. اليو ميسيتومة دي فانغوس. لكن فيلامينتوس بكتيريا دي اسمها ايه? اكتينو ميكوزس. فالاول جملة غلط. تاني واحد اكتينو ميسيتومة كوزد باي فانغال انفكشن? لا الاكتينو دي مين دي بكتيريا? طب تالت واحد يو ميسيتومة كوزد باي فانغال انفكشن? دي صح. طيب الميسيتومة هي الاكتينو? لا الاكتينو دي بكتيريا والميسيتومة دي فانغال. هما الاتنين متشابهين طبعا في صورتهم. لكن واحدة فانغال واحدة بكتير. يبقى الاجابة بتاعتي رقم سي. سؤال رقم تاتة وعشرين ده بتاعسنا اقولها مش حالي منها. طيب سؤال رقم اربعة وعشرين. توباكو سموكينج دازنت بريدسفوز تو يعيز الجملة الغلط. كوروناري اسروسكيليروزيس. لا طبعا اكيد ده طبعا السجاير اهم سبب من اسباب التصوير بشري. من اسباب المهم مش اهم سبب يعني. يعمل برونكي الكارسينومة. اه طبعا. يعمل فياتي تشينج في الليفر? لا. طب يعمل اسكيميك هارت ديزيز? اه طبعا. يبقى التوباكو سموكينج بيعمل كله مع هذا فياتي تشينج في الليفر. طيب. بعد كده. برايمر هيموكروماتوزيس ده سؤال بتاعسنا اقولها مش عينة برض. سؤال رقم ستة وعشرين ده سؤال مهم جدا. ان ليفر هيلنج باي فاي بروزيس. وقل لك بنقوسين سروزيس. يعني قل لك هي. انا كنا اتفاقنا عن الهيلنج بتاع الليفر. يا اما هيلنج على مستوى البارينكيمال سيلز اللي هو باي كومبليت ريجنيريشن. يا اما هيلنج على مستوى البورتال تريكس لو هيلنج باي فاي بروزيس. يا اما هيلنج على مستوى ان انا ضمرت الاركتكتشر تماما. وضمرت الفريمول. وبقى ليفر سروزيس بقى فينه ديودز. وهنا بيقول لك الفاي بروزيس. سروزيس ده. يعتبر المرحلة سيروزس. فهو هنا يعني السيروزس. لو عندنا طب بيقولك السيروزس ده بيحصل امتى? اولا. انجري افكت برين كمال سيلز اونلي? لأ طبعا ده غلط. لان البرين كمال سيل واحدها بتهيل بي ريجين ريشن. طب انجري افكت بورت التراكت فقط? لأ. ده بورت التراكت بس يعمل بس. ما يعملش سيروزس. طب انجري افكت البروتونية لكافرينج? لأ دي جملة لأ دي غلط. طب انجري افكت ليبر سيلز وفريمورك? اه طبعا. قلنا السيروزس ده يحصل لما ادمر الخلية. وادمر كمان الفريمورك. يبقى رقم دي هي اللي صح. طيب. السؤال سبعة وعشرين. ان اوورتي كستينوزس بيحصل له ايه? اوورتي كستينوزس يعني الاوورتة داية. الفالف اللي جوها الاوورتة داية. فبالتالي اللي بيجي بام ببلد بيلاقي صغوبة. البلد مش بيطلع بشكل كويس قوي في الاوورتة. لان الاوورتة داية. يبقى ايه اللي بيحصل على الليبت فيه بريشر? لانه هو فيه دم كتير متحوش. مش بقى بمب كويس. وقالنا طالما فيه بريشر. ابلائد على الليبت فينتريك. البعد فترة الليبت فينتريك يحصل له ايه? ادابتيشن باي هايبرترو فيه يدخل. يبقى سؤال رقم سبعة وعشرين على طول هايبرترو. طيب. عايزك جملة الغلط رقم سبعة. اولا فيروس مين لأفيكت سيدي فور. جملة دي صحيحة. هو عايز الغلط. طب كوز دبي همان ببلومة فيروس؟ لا طبعا دا كوز دبي الاتش اي ذي. فيروس. دي صح. طبعا دي صح. يبقى الجملة الغلط الوحيدة هي جملة رقم دي. ان الفيروس هنا مش يهم ببلومة فيروس. سؤال رقم تسعة وعشرين. لوكوبليكيا عبارة عن ايه? هل هي ترانسفورميشن اف كولامنر ابيسيليم انتو سكويماس؟ لا. انا كده بكلام عن متابليزي بقى جيه غلط. اول واحدة غلط. سكويماس ابيسيليم كريتونيزيشن. جملة دي صح. لان اللوكوبليكيا معناها سكويماس ابيسيليم فيها هايبر بليزيا بلاس هايبر كريتونيزيشن بلاس ماينس ديس بليزيا. يبقى الجملة بي دي صح. طب هل اللوكوبليكيا كارسينومي انسايتو في سكويماس؟ لا غلط. هل هي بيناين ابيسيليا التومر؟ لا غلط. يبقى الايجابة صحيحة هنا رقم بي من هي سكويماس ابيسيليم كريتونيزيشن. بعد كده سؤال رقم تلاتين. معنى ايه? اولا. اكستنت ويتش تيومر سيل ريسامبل كومبارابل نورمال سينز؟ لا. دي غلط. دي معناها كده سيليلر انابليزيا. هو فوق بيقول لي عايز سوري سيليلر دي فرانشيشن. لكن هو فوق بيسألني على الهيستولوجيكال دي فرانشيشن. طب الجملة التانية. دي جري اوب ريسامبلنس اوب استركتشرال باترن اوف تيومر. تو ذات اوف نورمال تيشو؟ اطبعا. طالما بقارن استركتشور بستركتشور يبقى ده استولوجيك دي فرانشيش. يبقى الجملة به دي صح. سؤال واحد وثلاثين. عين دياجنوز انه عنده سكويمة سيل كارسنومة في البعض. كارسينوم عنده ايه? كارسينوم. عملوله اميونهيستوكيميكال استادي. عملوله اللي هي السبغات المناعية. قادوا بايوبسي من اللونج تيومر ده. اللي هو سكويمة سيل كارسنومة ده. وعملوا عليه سبغات من عين. طيب. تفتكروا. السكويمة سيل كارسنومة دي. هات اكسيب بريس. ايه? سترونجني. هات عايز زيارك الماركر. التيومر ماركر. بتاع الكارسينومة. زي ما اخدنا في شابتر النيوبليزيا. التيومر ماركر بتاع الكارسينومة هو مين? هو السايتوكيراتين. ما تتخضش من منظر السؤال. ومليح القصة ملاش لازمة. وفي الاخر بيسألك. ايه الماركر بتاع الكارسينومة? سيتوكيراتين. طيب. السؤال رقم اتنين وثلاثين. which of the following is incorrect regarding cause of edema? عايز الغلط? آآ regarding edema. خلي بالك هو عايز ال incorrect ولا the correct track is quite out. بيقول اول حاجة. هيدروستاتيك بريشور يزيد. طب نعلم فكر. هيدروستاتيك بريشور زاد. هيدروستاتيك بريشور ده قوة زق. يعني بيزوء من جوة البر. يعمل edema اه. يبقى اول واحدة دي صح. هو عايز الغلط. طيب تاني واحدة. بلازمة اوزموتيك بريشور آآ آآ اوزموتيك بريشور انكريز. ده الاوزموتيك بريشور قوة سحب. يبقى لو البلازمة اوزموتيك بريشور زاد. هيسحب فليود من برر جوة. يبقى دي غلط. مش يعمل اديم. طيب. طبعا بيعمل اديم. طبعا يعمل اديم. يبقى الجملة الغلط اللي عندي هي رقم بي. طيب. عايز الغلط ريجاردنج ايبشتاين بور فيروس. عايز الغلط ريجاردنج ايبشتاين بور. اه عايز الصح ريجاردنج الابشتاين بور. اولا بيعمل جينيتال وارد? لا. مين اللي اللي هيوما بابللوه ما فيروس الشرير اللي هو ستاشر وتمنتاشر. طيب. هاد الابشتاين بور فيروس سيكشوري ترانسنتد. لا طبعا. طبعا هاد الابشتاين بور فيروس يعمل لي البركتلينفومة? طبعا. الابشتاين بور فيروس مشهور جدا. لو هيعمل بوركتلينفومة. ويعمل كمان نيزو فارنجية الكارسيمان. فرقم دي هي اللي صح. طيب. سؤال رقم الابشتاين. انفاركشن of arterial occlusion. in solid organ. واحد عنده انفاركشن. نتيجة الارتيريال occlusion في solid organ. زي كيد نيو هارت. الانفاركشن دي هي تبقى ايه? بلاك ولا كيزيس ولا بيل ولا رد. احنا عارفين الانفاركشن في solid organ تبقى بيل انفاركشن. لكن فلوس اورجن تبقى رد انفاركشن. لابل اجابة هنا بيل. اللي هي رقم 2. سؤال رقم خمسة وتلاتين. طيب. اف ايمبوليزم في الفراكشن of long bone. لسا ارينا حالا. طيب ايمبوليزم في الفراكشن of long bone هي ايه? فات ايمبوليزم. رقم C. طيب. سؤال رقم ستة وتلاتين. which of the following is incorrect regarding the dry gangrene. ايه اللي احنا هنقوله ده? غلط regarding the dry gangrene. اولا. بيوتريفاكشن is slow. دي صح. السبريد is slow. صح. التوكسيميا السبير? لا غلط. التوكسيميا بتبقى سبير فين? في المويست. يبقى دي غلط. طب. طب. طبعا دي صح. يبقى الجملة الغلطة عندي هي رقم C. كيف عن ال dry gangrene بيحصل فيها توكسيميا? بس مش سبير. انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال? اه دكتور ما علش لم حضرتك كنت بتقولي الجزء بتاعه هو بعد كده حضرتك قلت انه هو بيحصل عشان كده بيعمل كلوت. فانا اتلخبطت هو مش المفروض يعمل ترومباي عشان كنا بنكلم عن ترومبو ايمبولاي? اه اه انا قصدي ان هو بيعمل كلوتينج انا قصدي بيها مجازة ان هو بيعمل ترومباي. اه تمام تفهمت حضرتك. حتة من الالبا ما بقتش بتبام بالبلوت كويس فتدم فدر راكت جواها فعملت ترومباي. السرومباي دي تتكسر وتعمل ايمبولاي بقى. بتدخل عالسيستيميك سيركيوريشن عن طريق الاورت. يعني هو الكلوتينج بيحصل بس في ستاجنة بلوت مثلا في ديث او لو بيحصل بس كليو انجري انا فاهمة صح كده? او بس يعني انا في الوقت اللي انا شرحت فيه قلت كلوتينج او سرومباي اللي اتنين بنفس المعنى مجازا. المهم ان فيه دم تجلت يعني فاهماني? او تمام تمام. يعني ما قصدتش الكلوتينج بمعنى على الحرف يعني قصدي فيه سرومبوزيس حصل. تمام مش شو كيني دكتور? تاهم انت وقلت كده الكلوتينج بيبقى في دم راكت لكن احنا عندنا المنطقة فيها دم ساري هو او راكت او بس بس فيه بمبنج بلوت بيحصل بس مش بالكفاءة اللي مفروض يحصل بيها. فاللي حصل سرومبوزيس مش يعني فيه سرومبوزيس اللي حصلت. تمام? تمام شكرا لدو. ايش فيه اي حانة عن سؤال تاني? اه بكرا ان شاء الله. عفوان شكرا لدو. اه بكرا ان شاء الله هنه هنراجع الامبورتونت بوينتز فور امسي كيو بشابتر الريبير. ايه وهنراجع النظري بتاع الاسكيميا والانفاركشن. ايه وهنحلل صفحتين امسي كيو برد. حاولوا بقى تجاهزوهم ان شاء الله اللي هيتبكرا. نتصبحوا على خير.